بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في ماحة التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية التأهيلي للصف الثالث تأهيلي لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس الوحدة الثالثة لمادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم هو الاتجاهات في استخدام الخرائط الإلكترونية الاتجاهات في استخدام الخرائط الإلكترونية أهداف الدرس أولاً أن يعرف الطالب الخرائط الإلكترونية بشكل صحيح ثانياً أن يقوم الطالب باستخدام برنامج جوجل ماب بشكل صحيح ثالثاً أن يذكر الطالب أمثلة على تطبيقات الخرائط الإلكترونية بشكل صحيح في البداية نود أن نعرف برامج الخرائط الإلكترونية ما هو المقصود ببرامج وتطبيقات الخرائط الإلكترونية تعرف بأنها مجموعة من البرامج والتطبيقات يتم تحميلها من متاجر البرامج في الأجهزة الذكية مثل أجهزة الآيفون وأجهزة الآيباد تقوم هذه البرامج والتطبيقات بإرشاد المستخدم تقوم هذه البرامج والتطبيقات بإرشاد المستخدم للوصول إلى الوجهة المطلوبة إذن تعرف برامج وتطبيقات الخرائط الإلكترونية بأنها مجموعة من البرامج والتطبيقات يتم تحميل هذه البرامج والتطبيقات من متاجر البرامج في الأجهزة الذكية يتم تحميلها من متاجر البرامج في الأجهزة الذكية تقوم هذه البرامج والتطبيقات بإرشاد المستخدم للوصول إلى الوجهة المطلوبة للوصول إلى الوجهة المطروبة أمثلة على تطبيقات الخرائط الإلكترونية أمثلة على تطبيقات الخرائط الإلكترونية المثال الأول تطبيق الخرائط أو تطبيق مابس تطبيق الخرائط أو تطبيق مابس كما تشاهد عزيزي الطالب توجد لدينا صورة مكبرة لأيقونة هذا التطبيق صورة مكبرة لأيقونة تطبيق الخرائط أو تطبيق مابس التطبيق الثاني وهو تطبيق جوجل مابس تطبيق جوجل مابس كذلك يوجد لدينا صورة مكبرة لتطبيق جوجل مابس إذن أمثلة على تطبيقات الخرائط الإلكترونية المثال الأول مابس صورة لأيقونة هذا التطبيق المثال الثاني تطبيق جوجل ماب صورة مكبرة لأيقونة هذا التطبيق كيفية استخدام تطبيقات الخرائط في الهواتف الذكية كيفية استخدام تطبيقات الخرائط في الهواتف الذكية في البداية نقوم باختيار تطبيق الخرائط في البداية نقوم باختيار تطبيق الخرائط إذن الخطوة الأولى قم بفتح برنامج الخرائط الموجود على هاتفك قم بفتح برنامج الخرائط الموجود على هاتفك كما ذكرنا سابقا قمنا بالتعرف على أيقونة برنامج الخرائط قمنا بالتعرف على أيقونة برنامج الخرائط الخطوة الثانية قم بكتابة اسم المكان الذي تود معرفة موقعه أو الذهاب إليه أفوا نقوم بكتابة اسم الموقع الذي نود الذهاب له في أيقونة البحث في أيقونة أو في شريط البحث نقوم بكتابة اسم المكان الذي نريد أن نذهب إليه في هذا الشريط الخطوة الثالثة قم بالنقر على أيقونة الاتجاهات بعد كتابة اسم المكان الذي تريد الذهاب إليه تقوم بالنقر على هذه الأيقونة وهي أيقونة الاتجاهات أيقونة الاتجاهات بعد النقر على هذه الأيقونة سيقوم البرنامج بتوجيهك للوجهة التي تريد الذهاب إليها إذن خطوات استخدام برامج وتطبيقات الخرائط في الأجهزة الذكية الخطوة الأولى قم بفتح برنامج الخرائط الموجود في هاتفك تظهر لديك هذه الشاشة تقوم بكتابة المكان الذي تريد الذهاب إليه في هذه الخانة أو في شريط البحث ثم تقوم بالنقر على أيقونة الاتجاهات لكي يقوم هذا التطبيق بتوجيهك لكي يقوم هذا التطبيق بتوجيهك الخيارات المتاحة في تطبيقات الخرائط الإلكترونية يوجد لدينا هنا عزيز الطالب مجموعة من الخيارات المتاحة للاستخدام في تطبيقات الخرائط الإلكترونية الخيار الأول وهي أيقونة القيادة بالسيارة الخيار الثاني أيقونة النقل العام الأيقونة الثالثة من الأيقونات المتاحة في تطبيقات الخرائط الإلكترونية وهي أيقونة المشي أيقونة المشي النشاط الأول أرسم دائرة حول تطبيق الخرائط مابز في الجوال أرسم دائرة حول تطبيق الخرائط مابز في الجوال في هذا النشاط توجد لدينا صورة لشاشة الهاتف الجوال تحتوي هذه الصورة على مجموعة من البرامج والتطبيقات سوف نقوم بالتعرف على تطبيق الخرائط وتمييزه وذلك بوضع دائرة عليه هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على تطبيق الخرائط مابز في هذه الصورة المعطاة لديك في هذا النشاط هل يعتبر هذا التطبيق هو تطبيق الخرائط أحسنت بارك الله فيك هذا التطبيق هو متجر البرامج متجر البرامج إذن هل يعتبر هذه الأيقونة هي أيقونة تطبيق الخرائط أحسنت بارك الله فيك هذه الأيقونة هي أيقونة التقويم أيقونة التقويم إذن نقوم بتمييز أيقونة الخرائط مابز وذلك بوضع دائرة عليها وذلك بوضع دائرة عليها كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتمييز أيقونة برنامج الخرائط وذلك بوضع علامة دائرة عليها النشاط الثاني أرسم دائرة حول ما يلي أولا مكان كتابة الموقع في تطبيق الخرائط مكان كتابة الموقع في تطبيق الخرائط ثانيا أيقونة الاتجاهات في تطبيق الخرائط أيقونة الاتجاهات في تطبيق الخرائط هذا النشاط يطلب مننا تمييز مكان كتابة الموقع في تطبيق الخرائط كذلك يطلب مننا تمييز أيقونة الاتجاهات في تطبيق الخرائط على يسار السبورة توجد لدينا الواجهة الرئيسية لتطبيق الخرائط هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على شريط البحث أو التعرف على مكان كتابة الموقع في تطبيق الخرائط أحسنت بارك الله فيك هذا المكان الصحيح لكتابة المكان الذي تريد الذهاب إليه أو شريط البحث ثانيا هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على أيقونة الاتجاهات في تطبيق الخرائط أحسنت بارك الله فيك هذه الأيقونة أيقونة باللون الأزرق وهي أيقونة الاتجاهات أيقونة الاتجاهات إذن نقوم بتمييز هذه الأيقونة وذلك بوضع دائرة عليها وذلك بوضع دائرة عليها كما تشاهد أزيز الطالب قمنا بتمييز شريط البحث وذلك بوضع دائرة عليه كذلك أيقونة الاتجاهات وذلك بوضع دائرة عليها النشاط الثالث ضع علامة صح أسفل أيقونة الاتجاهات ضع علامة صح أسفل أيقونة الاتجاهات وعلامة X أسفل أيقونة البحث عن موقع في هذا النشاط توجد لدينا الصورة الأولى والصورة الثانية يطلب مننا هذا النشاط تمييز أيقونة الاتجاهات وذلك بوضع علامة صح وأيقونة البحث في الموقع وذلك بوضع علامة X في الصورة الأولى هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على محتوى هذه الصورة؟ هل يوجد لدينا في هذه الصورة أيقونة الاتجاهات أو شريط البحث؟ أحسنت بارك الله فيك في هذه الصورة يوجد لدينا خانة البحث عن موقع خانة البحث عن موقع إذن نقوم بتمييز هذه الصورة وذلك بوضع علامة X في الصورة الثانية هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على العنصر الموجود لدينا في هذه الصورة؟ أحسنت بارك الله فيك يوجد لدينا هنا أيقونة الاتجاهات بعد أن نقوم بكتابة اسم المكان الذي نود الذهاب إليه نقوم بالنقر على هذه الأيقونة لكي يبدأ بعدها البرنامج بتوجيهنا لهذه الوجهة لكي يبدأ هذا البرنامج بإعطائنا الإرشادات للوصول إلى هذه الوجهة كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتمييز الصورة الأولى وذلك بوضع علامة X في الصورة الثانية قمنا بتمييزها وذلك بوضع علامة صح وذلك بوضع علامة صح في نهاية هذا النشاط أشكر الطالب وأشكر الأسر على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر